اشتركوا في القناة من اقامة صلاة العيد وهي الشعيرة العظيمة الخاتمة لعبادة صيام شهر رمضان المبارك الدعية لاجتماع المسلمين وتودهم وترحمهم وتصافي قلوبهم اعلنت ادارة الاوقاف السنية اقامة صلاة عيد الفطر المبارك في المصليات والجوامع الرسمية التابعة لها وذلك صباح يوم العيد الاول من شهر شوال احياء لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويأتي ذلك تنفيذا للتوجيهات السديدة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم ودعم صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء واعلنت ادارة الاوقاف السنية جاهزية مصليات العيد في كافة محافظات مملكة البحرين لاستقبال المصلين وحددت لجنة المصليات التي شكلها الشيخ الدكتور راشد الهاجري رئيس مجلس ادارة الاوقاف السنية جميع المصليات الرئيسية التي ستقام فيها صلاة العيد اضافة الى مصليات الجاليات التي اعدتها الاوقاف لصلاة عيد الفطر في بعض المدارس في انحاء متفرقة من المملكة واكدت الادارة بانها اعدت 19 مصلا رئيسيا للعيد وجهزتها بما تحتاجه من فرش واجهزة الكترونية وكهربائية ومياه وغيرها من المستلزمات وهيئتها لاستقبال المصلين وذلك من خلال الجولات الميدانية لفريق العمل الذي شكلته الادارة من قسم الصيانة والخدمات الهندسية من اجل توفر وسائل الراحة للمصلين روعي في تجهيز مصليات العيد اتساع المساحة لتستوعب اكبر عدد من المصلين كما روعي فيها عوامل الامن والراحة لاستقبال المصلين وتمكينهم من اداء صلاة العيد في سهولة ويسر اشتركوا في القناة